في آخر الأخبار مريم محمد خليل كطيرت سعادة امكفاح من مخيم البقعة بتجامل منال وتحكيلها بأي قرآنية وأما بنعمة ربك فحد ابن كفاح أبو فرحان لما فاز في عضوية النقابة وزعت بلبس أبو الثلاث قرش ونص آه والله يا جماعة وأما بنعمة ربك فحد هذه هي مريم محمد خليل كطيرت هذا هي قديش كسبت من الشيوحية والتسويق للشيوحية وكذا الحلو إنه حفيدها هلأ بلبس من أددى سوى نايكي أو نايك عارفين كيف صاروا أو من نورث يعني يعني فهمين بريطاني ويعني الله مريم امسكي والولاد ابنك امسكيهم يا مصخمطة فضحوكي صاروا يلبسوا بريطاني وأمريكي وصيني انتوا بدوا وين اللبس البدوا ولا بس بتجمعوا انتوا على حساب البدو وطلعين على حساب البدو وين الكثافة الشعبية يعني انتوا وين حجمكوا وين حجمكوا بين البدو بيت مباح زير وين لا على الفيس ولا على الواقع يا مكفاء ساركوا كل الأموال طب جوزك جوزك عبدالله ابو فرحان بجد 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 هو مع مين بيشتغل بيشتغل مع الهاشميين بيشتغل مع محمد دحلان بيشتغل مع الجبهة الشعبية بيشتغل مع حزب الوحدة بيشتغل مع اي حزب بالاردن يعني عن جد عن جد خلاص ما استقروا انتوا يلا يطلعوا ويحكوا لنا مين مع مين بتشتغلوه يلا اطلعوا اهتفوا إذا هاشمي اطلعوا اهتفوا هاشمي هاشمي وإذا لم حمد دحلان اطلعوا ويحكوا دحلان دحلان يعني ورونه لمين انتوا بتشتغلوا وعارفين كيف انتوا للكل شغالين فيش للكو موقف تاخدوا من الكل و بتاخدوا من الكل و بتكنزوا بس هلا كيف حفيدك طالع بماركة بريطانية والثاني طالع بأددس يعني فاهمي كيف بدهم يطيروا في اموال كنز وفي اراضي مش قادرين خلاص محاصرين انتوا محاصرين بالشيوعية والاشتراكية ما في ما تطلعيش باطار الدين لانك كذابة